مساء الخير والسعادة على حضراتكم أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التسعة وحبتدي معيكم الحلقة النهاردة بخبر للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء اللي بدوره نفى ما تم تدوله في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي كان جوه هذه المنشورات حالة من التخوف أو القلق عن دخول موجات وباقية جديدة لمصر لأنه منظمة الصحة العالمية كانت حضرت من ده نتيجة لتوقف العمل في مختبر للصحة العامة في أحد دول المنطقة حقيقة أنه الوزارة نفت هذه المنشورات وقالت أنه الوضع الصحي في مصر ووضع آمن ووضع مستقر ووضع مطمئن تماما الحمد لله فيش أي أمراض وباقية في أي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية وقالت أنه يعني إحنا بنمتلك برنامج للترصد والتقصي للأمراض الوبائية شغال بشكل فعال جدا 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 لإكتشاف ورصد أي حالة وبائية بشكل مبكر علشان يعني يكون في تعامل مبكر معاها لقدر الله لو ده حصل وإنه إحنا شغالين بتطبيق كل التدابير الاحترازية في المطارات في الموانئ المصرية لمنع حدوث ده من خلال أي حد داخل بلدنا من أي منطقة موبوة أشارت كمان الوزارة لأنه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية كان أعلن أنه تقييم المخاطر أصلا اللي نتج عن سوء التعامل المباشر اللي حصل مع العينات في المختبر المذكور ده هو ضعيف جدا ونجدة وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه المنشورات المغلوطة اللي بالتأكيد عايزة تخوف الناس وعايزة تقلقهم فالحمد لله الوضع الوبائي آمن ومستقر ومطمن إن شاء الله نفضل كده طبعا لأنه إحنا عشنا وقت طويل من القلق والتعب مع كورونا زي ما العالم كله عاشه فإن شاء الله نكون بعيد عن هذا يعني الوباء أو غيره